اهلا بكم اكدت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة وان التصنيف الاعتماني القوي للمملكة العربية السعودية جاء بأي زائد وبنظرة مستقبلية مستقرة وقالت الوكالة اليوم ان تصنيفات المملكة مدعومة بقوة الوضع التجاري والمالي بما في ذلك الاحتياطات النقدية الاجنبية المميزة وانخفاض الدين العام الحكومي والاصول الحكومية الكبيرة والالتزام القوي بجدول الاصلاحات الاقتصادية الطموحة وحول تحسن العجز علقت فيتش بانه من المتوقع ان ينقفض مستوى العجز من الناتج المحلي الاجمالي من 17% في العام 2016 الى 18% في 2017 واشادت فيتش بقوة النظام المصرفي السعودي حيث صنفت القطاع المصرفي بالمملكة على مؤشر النظام المصرفي بأي وهو تصنيف قوي جدا حيث لم تحصل سوى اربع دول في العالم على تصنيف اعلى وتعليقا على هذا التقييم قال وزير المالية محمد الجدعان ان تقييم فيتش يشكل مؤشرا اضافيا يؤكد فعالية الرؤية 20-30 وبرامجها ويؤكد قوة اقتصادنا ويبرهن على اننا نبني اسسا راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل شهدت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة السعودية الروسية المشتركة بحث علاقات التعاون الاقتصادي وأهليات تطويرها بين المملكة وروسيا والتي نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر اليوم وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر وتم خلال اللقاء تقديم عدد من العروض التي تتضمن عرضا من الفرص الاستثمارية في روسيا وآخر عن التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن هناك المزيد من المشاريع الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين تصل حوالي إلى 32 مشروعا مشتركا وبرأس مال يصل إلى 84 مليون ريال مع التأكيد على الفرص المتاحة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بين منشآت القطاع الخاص في البلدين والتي تبلغ حاليا 32 مشروعا مشتركا متنوعا برأس مال بمبلغ 84 مليون ريال والعمل على رفع مستوى الحالي للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية الكبيرة لبدين الصديقين وأكد القصب أن المملكة تتطلع للعمل مع روسيا على المستويين الرسمي والخاص وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2757 مليون ريال لعام 2016 إننا نتطلع إلى العمل سويا على المستوين الرسمي والخاص لترجمة ما تمخضت عنه الزيارة التاريخية لسيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى واقع منموس يلبي طموحات بلدين الصديقين وبالعمل سويا لزيادة حجم التجارة البينية حيث بلغت تبادل التجاري العام 2016-2757 مليون ريال وهذا يحتم علينا السعي والتعاون الثنائي برؤية أكثر شمولية وتوازنا بغية الاستفادة من جميع الأمكانات والفرص المتاحة وتحقيق أفضل مردود لنا جميعا أوضح للإخبارية وزير الطاقة الروسية أليكسندر نوفاك أن الشركات الروسية مهتمة بالفرص الاستثمارية في المملكة خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة كما تعرفون جيدا أن الشركات الروسية مهتمة جدا بالفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة ونعرف أن البنية التحتية هنا والظروف البيئية جيدة جدا للطاقة المتجددة والغاز والشركات الروسية لديها كم كبير من الأبحاث المتنوعة والتطبيقات التقنية الناجحة والتي تعد تنافسية على المستوى العالمي ووضعين في اعتبارنا هذا الأساس الراسخ للتعاون فيمكنني أن أقول نعم أننا مهتمون جدا بالتوسع في التعاون وتأصيله وأكد وزير الطاقة الروسي للإخبارية أن قيادتي البلدين تعملان معا على دعم واستقرار وتوازن أسواق النفط العالمية تدعم القيادة في بلدين هذا التعاون من أجل إحلال التوازن في الأسواق العالمية والذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد العالمي برمته فنحن ننظر للسوق ونرى الخطوات التي يجب اتخاذها ونتناقش في تلك الأمور وسنستمر في القيام بذلك في المستقبل وسمح لنا هذا التعاون أيضا بأن نصل إلى مستوى غير مسبوق من التعاون الاقتصادي بين بلدين بعيدا عن ذلك السوق خاصة في قطاع الطاقة وغيره ووقعنا على خارطة الطريق والتي تهدف إلى إتمام 28 مشروعا على الأقل في مجالات متنوعة والذي بدوره سينقل تعاوننا إلى مستوى أعلى لمصلحة اقتصادنا موسيقى موسيقى موسيقى